اشتركوا في القناة ووصفه وهو عرفه وده بقى أصدق لي خيط كافي جداً ودليل إدانة يخليه نفتح تحقيق بشكل أسفل أخبارك إيه مع برايب يشغل عنك زي الفل يا باشا مية مية ترجبه بقى في الكلام عن أي حاجة خلصة سيئة قول لي عليها عن طرورة طب أنا عرف حد بس مش واثقة فيه قوي لكن كل اللي عرفوا عنه إنه طمام يبقى خلينا مع اللعاتك أنا هكلم دي الخليل النهاردة وحقوله إن أنت وكيل الراجل ده وإن اسمه الحركي السياط حضرتك أنا قلتوله مش هندفع الفلوس غير لما نشوف البضاعة الأول وهي سألمك فين؟ في المينيا أنا مش محتغر إن أبعارف دول هيروه فين أنا رايح فورمان في المطار بكرة قابل ناس ونتقابل بعدها هاجل ساعتك بخرة تصوص أنا مش فهم أنت بتتكلم عن إيه بتكلم عن البضاعة اللي جاية في الطريق دلوقتي وأي مشكلة مش هتسمع صوت بنتك تاني مامي فريدة أنتم بتعملوا معي كده ليه؟ المحامي هيحسن له وين؟ المحامي ده يعتبر تمام بسيط بيتفع عشان عدل يتحقق بنتي بنتي المحامي فيه إيه؟ إيه اللي حصل؟ يجيب خليلي خطب بنتي وعيزي أتلى لو ما قدشي الفلوس بمعهده كان لازم تستخدمها؟ مكانش قدامي أى حال تاني وبعدين هي اللي اخترت وعدتها انك تحميها يا وبنتها وانا لسا عنده وعادي ازاي ده مش هتشتري حاجة من ناكي كل اللي كنت عايزه انك توصل لللي بيمول اللي هو مختار رسلان وديك وصلت له بس ما كنتش عامل حسابة كان في حد هيتعرض للخطر انا مش هسمح بقى اي حاجة تحصل لهم تخسرت قبل كده خسارة كبيرة ومش هسمح انها تتكرر ليا او لأي حد تاني طريق الدم بيزود المشكلة طريق الدم مش انها اللي ابتديتو ولا اخترت انه يكون طريقي كنت اختار انك ما تمشيش فيه او كنت حاول انك تكون اقوى من اللي بيحاولوا يفرضوا عليك انا قوي منهم كلهم وكل يوم بيعدي وانا وراهم وبقرب منهم بيثبتها كل اللي حصل ده كون ولا هيحصل انهار ده كون تاني مش هيحصل اكتر من مكتوب هلو اهلا اهلا ساء الخير يا دكتور انا كويس الحمد لله انا كنت بكلم سيادتك عشان ابدر معادنا شوية لو امتن لا صعب جدا يا دكتور ممكن نخليها بكرة لا لا بكرة مش هينفع طيب معلش ممكن نخليها في نفس المعاد انا ممكن اجي بدر نص ساعة مثلا لان عندي معاد مع وزير التضاوم المهمد جدا وصعب ايجي قبل كده على تسعة تمام ان شاء الله امراهيم هايوا يا باشا تحت عمرك يا سيب باشا عايزك تروح الكافية دلوقتي حالا هتلاقي على مكتبي كارت مكتوب عليه رقم تليفون لعقية حامدي هتقولي بتاعيلا ها ايه دي ايه دي عشان نعرف ما تصرف بلس انت قلت ان انت هتحمينا هيحصل باتخفيش بس انا عايز تلوقتي تروح على شقتك وتقعد هناك عشان لو ايه حاجة حصرت يحصل هو ايه اللي موكر يحصل ان شاء الله بنتك هترجع لك من غير محد يمس انها شعرة واحدة وصدقك ازاي؟ لازم تصدقيني عشان مفيش قدامك حالة تانية لا ممكن ممكن نتكلم البوليس نتكلم لعقية حامدي حامدي يا بنت انت بتكلمي زوابط انا ما اتكلم مجرم وعزي الدين وما يهم مش اي حد تاني دي لا يا هميني يا هميني يا بني انا مش اسمح ان ايه حاجة تحصل لبنتك تصدقيني اوا ايوا باشا ايعملت ايه؟ يا باشر كنت عنده في البيت باشا في شام عبراهيم اللي شغال معاه وببص لقيت الاسمها يا حالة دي دخلة بتعايت ومنهارة وبتقول لي سيف ان بنتها تخطفني وان اللي خطفها واحد اسمه ناجل خليلي ومش هيسيبها إلا لما ياخد فلوس فلوسي الظهر كده يا باشر ان ناجل خليلي ده متفق مع حالة أو متفق مع حالة وصيفها لأنه ياخد منهم فلوس لأنها زي ما تكون بتتكلم على حاجة هما الاتنين عارفنا أسيف عرف انك سمعته لا يا باشر فموظرنش ان إبراهيم هيقوله لأنه أول ما خرج انا اتسحبت ومشيت على طول من غير ما يحس بيا خرج خرج من ايه؟ من قوضة كده جوا البيت إبراهيم بيقولي إنه سيف بيقعد في القوضة دي بالساعات ولما بيخرج بياه في القوضة دي بالمفتاح وإبراهيم بيقولي كمان إنه منبع عليه إنه مايهوبش نحية القوضة دي حتى لما بيجي ينضى في القوضة لازم سيف باشر يبقى قاعد معاه طيب خديك واقف تحت البيت وفتحينك كويس مش عايز ايه حاجة تحصل من وراء ظهرك ها؟ هضيعك وحضر بيجي ايه هاي عامل ايه؟ ايه الجديد عندك الله لسه مستني حد يكلمني كمان ساعة كده ويقول لي عارف ايه تموضوه هشام ده وبعدين أنا كده كده هقابل الظابط كنت عادت معاه اللي كان من دين رقم حماس ايف لأنه قال لي إنه شافت باكر ده قبل كده بص بص دين كده إحنا لما نقولهم مع علامات اللي وصلنا لها يفتكد اي حاجة؟ طيب بص أنا عايز اكتعد علىها ضروري عشان في شوية تفاصيل كده ده كده عرفتها عايز اقول هالك ونشوف هنعمل فيها ايه؟ طيب طيب هجيرك بالليل بالليل ايه يا بني؟ يا بني أنا مش فاضي مش فاضي عندنا شغول كتير شوف حد عندك في الجهاز يساعد لحد مفتد ماشي ماشي سلام ايه ده؟ مالحمد بيعش فين؟ ما جايش ساعدتك المهاردة ليه؟ ما عرفش والله يا بيعش وعدين بقى كمال المنفة بتاع الصلاة معك يا القاضية دي مش تقفت يا طرق بشرة اللي اه طبعا تقفت بس اه عايز اقفل التقرير بتاعي فهنقل شوية معلومات بس ده لو ممكن يعني ممكن ممكن امسك مالك يا باشا فيه ايه؟ ولا حاجة باشا انت اللي في حاجة ولا ايه؟ لا يا بدا بس انت يعني بتبصلي بقى عارف كده زي ما كون ريحتي وحشة ولا حاجة لا يا باشا العفو طب خلي بالك يا باشا تبقى في الجوشح كده أنت بتكلمني بعد إذنك ماشي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أصل المرة اللي فاتت جيتلك وإيدي فاضية قلت المرة دي جيملك بسبوسة معايا بسبوسة؟ يعني حاجة تحلي بها بوجت كده أحلي بوق إيه؟ ده أنت محتاج إعادة تدوير هو أنت حاوز ندخن؟ بصراحة آه ده أنت بلدي قوي إيه ده؟ إيه؟ أنت مش حاوز ندخن علشان أنت بتحب ستات المليانة فيه سبب تاني سبب تاني؟ أه؟ إيه هو؟ أه 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 قال لي قصدي مامتك مثلا؟ وبعدين بجاء لا ده أني مكشوف بالنسبالي الجوي كده ما ينفعش أرجوك صهين شوي علشان الموضوع خاص كده ويعني يعني ما أقولكش علان عارفاه؟ لا يعني لو عارف حاجة كده طنيشي طنيشي يعني لا ما قدرش أعمل كده أنا أسف خلاص جولي عادي وأنا أتكسب ما فيش مشكلة بقولك إيه؟ ما فيش حاجة عندك كده تتاكل ده أنت بتتكسب بشكل لا معلش أصلا جعان جوي والمرة اللي فاتت وانا عندك شمت ريحة جولجاس حلوة جوي باين كده أنها مرتبطة معاي ارتباط شرطي هو أنا عندي أكل بس مش هنا أم الفيه؟ عندي سيف في الكافيه جولجاس؟ إيه ده؟ انت قلت سيف؟ أه يعني؟ يعني يوم تفضل معايا ههرفك على سيف يسر كلماتها يا أمه جل تفضلي تفضلي تفضل يا ست الكل يا وش السعر تفضلي تفضل تفضل سورة شوريفة شوريفة معاكو إيه؟ معايا بطلتينه معونا يا لا دلي بيطلع في التلفزيون صح؟ إيه قش عفهب يلسدي قش شافة قلت معاك شكراك قش ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ايوه 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 نانسي قنقر ايوه ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ايوه نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر يا أمبراهيم يا أمبراهيم تحت أمرك يا باشا ما اللي أمبراهيم فيه؟ أمبراهيم روح يا باشا روح روح زي روح زي آه لما روحته بدري النهاردة يا إلهي طب ما عليش شغافي يا رزيلا يعني إنفعت سوق بي لحد الكافية طبعا يا باشا سيادتك بتستأذنني سيادتك تؤمرني وأنا نفذ على طول يا باشا بس أنا مش عايز أكون بتايل عليه ايب يا باشا ما تقولش كده يا باشا طب بس أنا شكري عمدك شكري الحمد لله ونفتح لستبني معايا وما كوننا عمضيها عمدك أنت يا باشا شكري عمده باشا علي باشا 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 الفردة القداماني على الجانت معقول؟ ايب يا باشا ايب يا باشا تستغف الله العظيم يا رب ايوم غريب من اول وانا خلص بقى مفيش نصيبة انا اطلع البيت يا باشا مفيش مشكلة يا باشا سيادتك استريح في البيت وانا عشر دقيق وغير الفردة وانده لسيادتك على طول مش عايز أكون بتايل عليه يا باشا عيبة يا باشا ايه الكلام لسيادتك بتقوله ده انا عادتوني اليوم بابعملش حاجة ودي حاجة بسيطة جدا يا باشا طيب بيمسك ايه ده يا باشا لا بقولك ايه انت ما تشتغلش عندي عشان تغيرلي الكاوتش ولا توديني الكافية لو مش هتاخد الفلوس ما تعمل ليش حاجة يا عم باشا يعني بس مايصاحش يعني امسك بقى امسك ربنا خليكة باشا تشكر تغير الفردة واطلع البيت غبط علي لو ما فتحت لكش ابرنيل عن موبايل حاضر باشا مش انت معك النمرة ايو باشا مش هي هي الرقم ولا سيادتك غيرتو لا هو هو نفس الرقم حاضر باشا هو هكون بتايل عليك ايب يا باشا ما تقولش كده يا باشا طب اشتركوا في القناة 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 رجعوا في القناة ده Ö طب طب - الو موسيقى الخير يا دكتور يا أستاذ مختار إزاي حضرتك؟ أنا قاعد مستانيك أهو، أنت فين؟ والله يا أستاذ، أنا الظهر كده أني مشاهده راجي للأسف، السواق بتاعي مجايش وأنا زي ما حضرتك عارف، مشاهده راجي لوحتي أنا فضلت مستانيه والله لغاية آخر لحظة بس الظهر أنه مفيش نصيب بقى ده أنا اللي مليش نصيب لكن إن شاء الله لازم نتقابل المرة الثانية بإذن الله تعالى معت خلابا مع السلام موسيقى 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 الله يسلمك يا باشا المشوار لغاية المينيا كان صعب أهو والله يا باشا هتعبنا أهو على مجينا ننضيف يا باشا مفيش أي حد مطبعه ها جاهز؟ جاهز يا باشا بس معلش يا باشا أنا ياسف يعني عند تعليمات إن أنا لازم أشوف البضاعة الأول قبل أي حد هتتفرج وهتنبسط لساعد الملك الله خليك يا باشا ما تحرمش منك يا رب يا باشا معلش يا باشا بس في موضوع كده صغير كان حد صاحب أصدني في طلبية كده صغيرة على جنبي يعني بره حد غير الصياد ايه؟ جننت؟ أنا عارفك يا باشا هتقلم الموضوع ده بس والله العظيم يا باشا اللي قدامك ده صندوق مقفول وملوش غطى أنت جواك كتير يا رضا يعني يا باشا واحد في مكانتك وفي قمتك دي وأنا واقف قدامك وركب كلها بتخبط في بعضيها يا باشا بس والله يا باشا كتوم أسرار وعمر ما طلع السر أبدا وحضرتك لو عايز تجرب بنفسك جرب يا باشا ما جربك؟ بتعرف إيه بالزبط عن مدام حلا مين يا باشا؟ شكلك هتخليني أبعادك تتفرج على الحفر حلا يا باشا والله أنا زي زيك نعم يا باشا أنا جاي ليلة دي من الآخر أعمل لي سبوبة وأطلع لي بإرشيل يعني حضرتك لو شاكك فيه يا باشا جايبني لغاية هنا وتعب نفسك يا باشا يعني إيه؟ يعني كنت خلصت علي هناك وخلصت يا باشا بدل ما تتعب نفسك وتتعبني وتدوخني وتجيبني لغاية المينيا هو أنا إيه أكون بالنسبة لك يا باشا يعني ده أنا حساء لأباشا أنا بقول كده برضو بصها لعنبي بصها لعنبي إيه الحلوة دي يا باشا هتينقلوا الحاجات دي إزاي؟ أكيد اللي بعيتنا يا باشا عارف هو يينقلها إزاي جبت الشريحة معك؟ جبتها يا باشا معاي شيلها في جيبي يا باشا يا باشا قدامنا عشر دي إيه؟ عشو عشو يا باشا أفضل يا باشا مرحب— مرحب— أفضل اشتركوا في القناة 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 تحرق عليهم بس لأسف ما بقدرش أخلي حد يحس بلا أنا حس بيهم عشان ده كتير قوي واللي قولك إيه رأيك المرات دي بس نعمل استثناء إيه رأيك تشتري يوم في الدنيا وصد إن أنا قتل لك مراتك لا ويوم كمان وقتل لك بنتك أنا مستعد أعمل لك اللي أنت عايزه اللي أنت تقمرني بيه أنا أنا مش عايز غير إن أشوفك ميت بس وده هيوصلنا للفقرة الأخيرة فقرة الساحر شايف الليستة دي؟ إسمك هيختفي منهم في ثانية واحدة وهتزد لك صورة هنا مش هتحس بحاجة شك الدبوس ما تخافش أنا كده كده لسه هتسلى عليك طول الليل أحسن لك تكون البيت رجعت من غير ما يحصل له حاجة ترجمة نانسي قنقر أسا عقيل أصف بش اشتركوا في القناة